طلب مئة المتظاهرين في تايوان بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وحسوا حكوماتهم على التوقف عن بيع الأسلحة للشركات الإسرائيلية والأمريكية حمل المتظاهرون الإعلام الفلسطينية ولفتات كتب عليها عبارات تدين الهجمات الإسرائيلية على غزة رددوا أذلك شعارات داعمة للقضية الفلسطينية وشهدت أكثر من دولة حول العالم تظاهرات مشابهة تؤكد في مجملها أن بيع الأسلحة إلى إسرائيل يجعل من هذه الدول داعمة للإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني الشقيق